القاف تخرج من أقصى اللسان وأقصى اللسان هي النقطة التي تلي مخرج أدنى الحلق مباشرة فيكون أدنى الحلق ثم أقصى اللسان أدنى الحلق هذا هو الذي يخرج منه الغين والخاء والقاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى في المنطقة اللحمية اللينة في الحنك الأعلى هذه القاف مفخمة لأنها حرف مستعل وكثيرا ما يشوبها حرف الغين فيحترز عن ذلك نقول قا ولا نقول غا كذلك لا نجعل القاف مشوبة كذلك بأي حرف آخر نقول مثلا أق قا كأنها فيها خا شوية بعضهم يتكلف ذلك يظن أن هذا هو مخرج القاف وليس كذلك القاف تتأثر بالكسر لأنها مستعلية فقط وليست مطبقة فتكون مفخمة دائما وخاصة إذا كان بعدها علف